أستاذة خلود كانت بتسأل عن أيمان الطلاق الزوج كذا مرة يقول لها علي الطلاق دايماً بننبه على حضرتكم ويعني أنا ببقى عندي حرص في هذه المسألة لخطورتها ودقتها لفظ الطلاق لا يسمع إلا من الزوج دي نقطة مهمة ولكن برضو عايزين نأكد على أنه أو التلفز بعلي الطلاق هي كاليمين تماماً فهيروح لدار الإفتاء الزوج الكريم ويعدد المواقف اللي قال فيها عشان هيسألوا انت قلت علي الطلاق ويشوفوا هذه الحال بتاعه والوضع بتاعه فتتم الفاتوى الخير لكن ما تقلقيش يعني جملة لا تقلقي عشان ما تقولي قالها كذا مرة فخيف أنها هيبقوا تلت طلاقات لا خير إن شاء الله وأبشري خيراً وهو لازم ينصح بأنه يعني نحترم آيات اللاف فما تكونش دي مع كل خناء أو كل مهوقف الأم عادة بتنفعل يعني تتعصب والمفروض أن برضو الواحد الإنسان قدر الطاقة يتحكم في نفسه ويدرب نفسه بالذات اللي بيكون غضوب أو عصبي قدر طاقته وهو كمان يتحكم